موسيقى موسيقى اهلا المشاهدين الاخبار فالى عناوية موسيقى الرئيس بارزاني يستقبل في اربيل السياسية الكردية السوري عبد الرحمن ابو ومسرور بارزاني يقول ان الفرصة سانحة الان لتصحيح العملية السياسية العراقية وحل الخلافات موسيقى تحالف الفتح يؤكد انه لن يستبدل فالح الفياض والجلسة المقبلة هي الحاسبة موسيقى تحديد موعد انطلاق التحقيقات الامامية بجرائم تنظيم داعش الارهابي في العراق موسيقى وفي اخر تقرير للامم المتحدة تأكيدات على نزوح اكثر من عشرين الف سوري من ادلب في ثلاثة ايام موسيقى موسيقى الى التفاصيل عبر رئيس مسعود بارزاني عن سعادته باطلاق صراح السياسي الكردي السوري والعضو القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني سوريا عبد الرحمن ابو من السجن وقال الرئيس بارزاني خلال استقباله السياسي الكردي السوري في اربيل انه شعر بالاسى لاعتقال مناضل مثل ابو من قبل حزب سياسي كردي وتمنى الرئيس بارزاني ان تنتهي معاناة والام الشعب الكردي هذا وتطرق الجانبان في جانب اخر من اللقاء الى الوضع السياسي في سوريا ووضع الكردي في البلاد واشار رئيس بارزاني الى انه كان يأمل في ان تتقدم القضية الكردية اكثر بيد ان القرارات الفردية وانتهاك المعاهدات التي ابرمتها الاطراف عقدت الاوضاع وزادت العقبات امام الكرد في سوريا قال مستشار مجلس امن اقليم كردستان مصرور بارزاني ان الفرصة سانحة الان لتصحيح مسار العملية السياسية في العراق وجاءت تعليقات بارزاني خلال استقباله مسؤول مكتب السفارة النرويجية في العراق روار هوكسيدال في اربيل عاصمة اقليم كردستان حيث اكد خلال اللقاء على احتياج كل من الحكومة الاتحادية واقليم كردستان لبعضهم البعض مشددا على التقييد بمواد الدستور العراقي حرفيا وحل الملفات الخلافية تحت سقفه واضاف ان بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم ملفات خلافية عدة منها الموازنة المالية والمناطق المتنازع عليها والنفط واستحقاقات البيشمرك وغير ذلك ومن جهته رحب هوكسيدال بترشيح مسرور بارزاني لرئاسة وزراء حكومة اقليم كردستان المقبلة فيما عبر عن رغبة بلاده لتعزيز العلاقات الثنائية مع اقليم كردستان في الشأن الكردستاني نبقى حيث بحث مستشار مجلس امن اقليم كردستان مسرور بارزاني خلال لقاء جمعة ورئيس تيار الغد السورية الشيخ احمد الجربة الوضع في سوريا والحرب الدائرة بين الجماعات السورية المختلفة فيما بينها وبين تنظيم داعش الارهابي من جهة والحكومة السورية بالاضافة الى كيفية ايصال المساعدات الانسانية للمناطق تلك ودع بارزاني خلال اللقاء الاطراف السورية الى الاحتكام الى الحوار والحل السياسي المرضي للاطراف كلها وفي جانب اخر من اللقاء هنأ الشيخ الجربة باسمه وباسم تياره مسرور بارزاني لترشحه لرئاسة حكومة اقليم كردستان متمنيا تعزيز العلاقات بين الطرفين ومؤكدا على ذلك الخلافات السياسية اطاحت بجلسة مجلس النواب العراقي المقررة للتصويت على اكمال تسمية الوزارات العراقية ما خلق فوضا سياسيا وغضبا في الرأي العام العراقي بمقابل محدودية خيارات عبد المهدي بحسب نواب التفاصيل واحمد فيلي من بغداد صاختة هي ردود الفعل الاولية للأوساط الشعبية على جلسة مجلس النواب التي كان من المفترض ان يتم فيها التصويت على اكمال الكابينة الوزارية قبل ان تتحول الى ساحات سجالات وتراشب بالكلام وانسحابات واعتراضات سياسية على بعض المرشحين ما اجب هذا الشخص اجيب شخص لاني ملائم يعني في الداخلية ما قعدنا اناسه الا شخص هذا اجيب شخص ملائم ما خليه الكتل حتى انهي امشي عملي الداخلية الدفاع النفط والله يوميا الكابينة الوزارية يوميا الكابينة الوزارية اصلا والله حتى عيبها اول شي البرحة ان تكون مهزلة ليش لانا ما يردون خدمة هذا الشعب لو يردون خدمة هذا الشعب وحرصا على هذا الشعب لتكاتفة كل الطبقات السياسية على مدنقاذ هذا الشعب من هاي المحنة اللي بيها المواطنون في العاصمة يشددون على ضرورة اختيار ذوي الاختصاص من اجل تسانم ادارة الوزارات الثمانية المتبكية وعلى رأسها الامنية بدل مساعي فرض الارادات يجب ان تكون الشخصية المناسبة للمكان المناسب لانه اذا مع الاسف المناصب صارت تباع وتشراء احنا حسب ما نسمع وضع الرجل المناسب في المكان المناسب انا مثلا على سبيل المثال من اجيب تربوي اخليه بوزارة الدفاع او داخلية هذا الشي غلط تصرفات اللي تعمل في مجلس النواب وخاصة هو مؤشر سلبي راجع للمواطن العراقي لذجب انه يكون في اتخاذ القرار الشخص المناسب في المكان المناسب وبحسب النواب فانه هنالك خيارين لا ثالثة لهما لانجاح جلسة الخميسة والمضي في التصويت على اكمال ما تبقى من كابينة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يا امها يصبح تبديل للوزراء يعني عدم الاعتماد على شخص معين لمزارة معينة وانما الطرف الثاني يكتفي بموضوع الليلة ذرع وفرض الإرادة والتهديد يعني السياستين غير موجبة حاليا يعني الوضع في العراق وموضوع متطلبات الشارع العراقي يعني تختلف عن ما ينظر اليه السياسيون جميع الاحتمالات واردة بشأن سيناريو جلسة الخميسة مقرران استكمال تسمية الوزارات المتبقية رغم انحسار خيارات الكتل السياسية بعد جلسة الثلاثة المعركة باتت واضحة بين البناء والإصلاح على مرشح وزارة الداخلية في وقت يبدو أن رئيس الوزراء لا يملك الصلاحية الكاملة لاختيار ما يراه مناسبا في كابنته الوزارية من العاصمة بغداد أحمد فيلي زغروسيني في بغداد نبقى حيث أكد مصدر النيابي على مطالبة بعض الكتل العراقية السياسية بإقالة رئيس مجلس النواب العراقي الحالي محمد الحلبوسي بعد فضيحة تحريضه المباشر على إفشال الكابنت الوزارية في تطبيق محادثة واتساب بحسب المصدر المصدر أكد أن هناك مطالبات بإقالة الحلبوسي عراقيا جراء فضيحة تحريضه المباشر لإفشال إكمال الكابنت الوزارية وكان النائب السابق مشعان الجبوري قد نشر صورا ملتقطة لمحادثة على تطبيق واتساب لنواب عراقيين في المحور اشترك بها الحلبوسي تضمنت وعيدا بعدم تمرير مرشحي الكابنت الوزارية العراقية تأييدا من الحلبوسي لهذا الوعيد قال القيادي في الديمقراطية الكردستاني هشيار زهباري في منشور على صفحته على الفيسبوك إن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أخفق في تمرير الوزراء الثمانية الباقين لإكمال الكابنت الوزارية العراقية والسبب هو سوء التخطيط وعدم تحقيق التوافق السياسي المطلوب قبل عقد جلسة مجلس النواب العراقي وأضاف زهباري إن حدة الاستقطاب السياسي الشيعي وعمق الأزمة وهشاشة الدعم السياسي من الكتل لرئيس مجلس الوزراء العراقي هي في اتجاه إفشال الحكومة الراهنة وبالضد من مصلحة الشعب والبلاد منوها أن ما حدث في مجلس النواب العراقي رسالة غير مطمئنة وطلقة تحذير والقادم أعظم في بغداد بيانت النائب عن تحالف الفتح انتصار الموسوي أن مرشح تحالفها لمنصب وزير الداخلية فالح الفياض ليستبدل أبدا مؤكدة أن جلسة البرلمان الخميس المقبل هي الحاسمة لتمرير المرشحين بأغلبية الأصوات وقالت أيضا أن الفياضة سيقدم مرة أخرى للتصويت بمجلس النواب الخميس مبينة أن جلسة البرلمان الخميس ستكون الحاسمة للكابنة الوزارية وأوضحت الاعتراضات التي حصلت والإخلال بنظام الجلسة لا يشكل عائقا إطلاقا أمام تمرير المرشحين حيث لا يكون هناك استبدال لأي منهم في الجلسة القادمة أكد نائب عن تحالف البناء عبدالأمير تعيبان الدبي أن شخصية من تحالف سايرون أشعلت الفتنة وحرضت النواب بسبب شتمه لهم في جلسة يوم أمس الدبي ذكر في تصريح أن هذه الشخصية هي التي عرقلت جلسة منح الثقة لأربعة عشر وزيرا عراقيا في شهر تشرين الأول الماضي وأن تصرفاته تسيء لزعيم تحالف سايرون وللإصلاح وللسلطة التشريعية العراقية وللشعب مضيفا أن حالة الشتم والانفعال هو سببها وعلى تحالف سايرون عدم إدخاله في المفاوضات لتجنب المشاكل السياسية مع الآخر من جانبه أفاد الباحث في مجلس إدارة التنوع غيث التميمي أفاد أن قائد فيلق القدس الإيراني الجنرال قاسم سليماني أبدى غضبه من فشل تمرير الفياض لحقيبة الداخلية خلال جلسة مجلس النواب العراقي وأصر على ترشيح الفياض رغم أن الأخير أعرب عن رغبته في سحب الترشيح وسط اشتداد حدة الخلافات العراقية العراقية بين التحالفات السياسية والكتل فشل مجلس النواب العراقي في التصويت على المرشحين الثمانية لإكمال الكابنة الوزارية المزيد في الوقت الذي كان يأمل فيه العراقيون أن يحالف الحظ مجلس النواب بجلسة الاعتيادية ويصوت على إكمال كابينة رئيس الوزراء عدل عبد المهدي اشتدت الخلافات السياسية بين التحالفات والكتل لتحول دون ذلك رغم التحذيرات التي أطلقها الساسة العراقيون وبين انعقاد الجلسة حيث خير رئيس اتلاف دولة القانون للمالك مجلس النواب بين التصويت على الأسماء التي قدمها عبد المهدي وفق السياقات الدستورية أو الذهاب نحو الفوضع إلا أن الرياح جرت بما لا تشتهي سفن الراغبين بإكمال كابينة عبد المهدي حيث شهدت جلسة مجلس النواب فوضى كبيرة ومشادات كلامية بين النواب ألغت عقد جلسة الاعتيادية رغم حضور رئيس الوزراء والمرشحين للوزارة الثمانية المتبقية مصدر صحفي من داخل مجلس النواب أكد أن اتفاقاً أبرم بعد مغادرة رئيس الوزراء عدل عبد المهدي ومرشحيه للوزارات المتبقية بين عدد من النواب على تأجيل جلسة الثلاثاء إلى الخميس المقبل وأضف المصدر أن مشادة كلامية نشبت بين عدد من النواب من كتل مختلفة في كافتريال برلمانة مبيناً أن المشادة الكلامية كانت بين هيئة الرئاسة ونواب تحالف سائرون نتيجة دخول النواب لقاعة للجلسة واتهام هيئة الرئاسة بعدم اكتمال النصابة النائب عن كتلة النصر الندى شاكر جودة قالت أن عدة أسباب تقف وراء مقاطعة كتلتها لجلسة البرلمان من بينها عدم إرسال السيارة الذاتية للمرشحين إلى مجلس النواب قبل 48 ساعة من موعد الجلسة فيما قالت النائب عن تحالف البناء عالياً صيف أن المشكلة ليست في شخص المرشحين وإنما المشكلة بسياسة لي الأذرع التي انتهجتها بعض الكتل السياسية محذرة من أن الاستمرار بهذه السياسة تعني أن البرلمان لا يتخذ قراراً سليماً بعد اليوم أعلن نائب رئيس مجلس محافظة نينوى نور الدين قبلان عن تعطيل الدوام الرسمي الخميس لجميع دوائر الدولة في نينوى ما عدا الخدمية منها وذلك بالقصد أنها البلدية والبلديات والصحة والطرق والجسور والماء والمجاري وذلك بسبب ارتفاع مناسيب الأمطار والسيول والمياه في المحافظة وشدد قبلان على ضرورة استنفار جهود دفاع المدني لتلافي أي طارئ قد يحدث دعياً أهالي المحافظة إلى التعاون مع الدوائر الخدمية لمعالجة الطوارئ التي قد تحصل جراء السيول المتوقعة من نينوى إلى البصرة حيث مكتب مفوضية حقوق الإنسان فيها تطالب بإعفاء شريحة الأطفال في البصرة من الرسوم الصحية الحكومية المزيد معاناة وحرمان وإهمال يعيشها أطفال البصرة بسبب تدنى الواقع الخدمي والصحي والمعيشي الذي تشهده المدينة من عكس سلباً على الحياة بشكل عام وخاصة شريحة الأطفال في ظل إهمال الحكومي وغض النظر عن تقديم الدعم الكافي الذي يؤهلهم لأن يكونوا نواة المستقبل عانى الطفل العراقي الكثير من الحرمان الحرمان الثقافي الحرمان المادي الحرمان المعنوي النفسي يعني اليوم كان عندي طفل عمر ستسعة تشهر بعدما يعني يا دوب حصلنا له وريد بصراحة تقريباً ثلاث أنواع من التحليل غير موجودة هنا يعني أضطر مرة ثانية إلى أن يتعرض الطفل يكون عرضه يعني الأذيئية بخارج المستشفى الطفل العراقي أو الطفل البصري أنا شوفه محروم لا بالمدارس ولا بالمنتديات ولا الدولة ما احترامي لها ما وفرت لأي شيء مكتب حقوق الإنسان في البصرة وخلال احتفالية فنية أقامها داخل مستشفى الأطفال الأورام السرطانية طالب الحكومة الاتحادية بعفاء البصرة من جميع الرسوم الصحية ومنحها بدل عن التلوث وإلى اهتمام خاص للأطفال ولا سيما المصابين بالأمراض السرطانية وأمراض الدم والتنفس اليوم طالبنا أولا أن تعفى البصرة من كل الرسوم الصحية وأن يكون هناك اهتمام خاص بأطفال الأمراض السرطانية وأمراض الدم وأمراض الأجهزة التنفسية كذلك طالبنا أن يكون هناك اهتمام خاص بعملية إعطاء البصرة بدل عن التلوث مطالب هي حق من حقوقهم وخصوصا أطفالنا اللي جاي يعانوننا أنا حاسي ليس البسطة في اللي جاي يعاني أطفال أهلهم قاعدين يعانون أكثر نتمنى من حكومتنا أن تنظرهم بعين شبيرة خطيئة أطفال أهلهم شنو أنا ذنبهم مطالب مكتب حقوق الإنسان في البصرة جاءت متزامنة مع الذكرة التاسعة والعشرين لاتفاقية حقوق الطفل لإنصاف أطفال البصرة بكامل الحق في الحياة لقناة زاكروس الفضائية ستار المنصوري البصرة كشف الجنرال الأمريكي فرانك ماكنزي المرشح لتولي رئاسة القيادة المركزية الأمريكية عن مكان وجود زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي وذلك أثنى جلسة الاستماع المتعلقة بتعينه بمجلس الشيوخ الأمريكي ماكنزي قال إن البغدادي شخص خائف جدا ويجري هربا للنجاة بحياته في الصحراء على الحدود العراقية السورية مضيفا قدراته قد تضررت كثيرا لكنه لم يحدد جدولا زمنيا لإلقاء القبض عليه أو حتى تصفيته وأوضح أن الحملة العسكرية للتحالف الدولي مستمرة ضد داعش ومن تبقى من التنظيم ووصف حال التنظيم وقيادته بالقول عندما تشعر بالقلق إذا كنت ستعيش أو ستموت في غضون ساعة فمن الصعب التخطيط لهاجمات ضد ديترايت قال المحامي المتخصص في حقوق الإنسان لمجلس الأمن الدولي البريطاني كريم أسعد أحمد خان إن فريق تحقيقات الأمم المتحدة بشأن الانتهاكات الأخيرة لتنظيم داعش الإجرامي في العراق يواصل تحضيراته في البلد لبدء أنشطة التحقيق رسميا مطلع 2019 وأضاف خان تنفيذ نشاطات التحقيق سيعتمد على تعاون ودعم وثقة جميع عناصر المجتمع في العراق يشار إلى أنه منذ آب جمع محققون دوليون من فريق أحمد خان أدلة على مجازر وفضائع ارتكبها داعش في البلد وبناء على طلب رسمي عراقي تبنى مجلس الأمن في العام 2017 قرارا بالإجماع يمهد الطريقة لإجراء تحقيق دولي بهدف محاكمة عناصر داعش عن الجرائم التي ارتكبوها جديد أخبار الاقتصاد مع يا سمين توفيق أهلا بك يا سمين أهلا بك محمد شكرا لك أهلا بكم مشاهدين عن مزيد من الأخبار في نشطة الاقتصاد أهلا بكم النشر الاقتصادية وأبرز العلاوين العراق يشدد على وحدة أوبيك ويدعو لحلول أكثر فعالية الذهب يتراجع مع صعود الدولار وأسهم أوروبا تهبط لأدنى مستوى في أسبوعين أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر عباس الغطبان على أهمية انعقاد الاجتماع الوزاري لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبيك والمنتجين من خارجها في وقت تواجه السوق النفطية العالمية تحديات جديدة تتمثل بانخفاض أسعار النفط وشدد الغطبان على ضرورة وضع استراتيجية متوسطة وبعيدة المدى من أجل تحقيق المزيد من الاستقرار المطلوب لأسعار النفط والعمل على التقليل من التأثيرات الجيوسياسية والعوامل الأخرى على السوق النفطية وتذبذ بالأسعار التي ألحقت الكثير من الضرر باقتصادنا وبرنامجنا التنموي وقوضت حركة الاقتصاد العالمي باشرت ملاكات وزارة النفط بعملية تطوير حقل المنصورية ضمن محافظة ديالة لاستثمار كميات هائلة من الغاز الحر وقال وكيل وزارة النفط لشؤون الغاز حامد الزوبعي في تصريح صحفي إن هدف الوزارة الوصول بإنتاج الغاز إلى 2800 مليون قدم مكعب يوميا بحلول العام 2023 من خلال استثمار الغاز المصاحب أو حقول الغاز الحر وإن موضوع سد حاجة البلاد لأسيما وزارة الكهرباء من هذه المادة يعتمد على عدة أمور لأن معظم الغاز في العراق مصاحب لإنتاج النفط وهنا على قدر إنتاج النفط ستستخرج كميات من الغاز مصاحبة وعليه فإن عملية زيادة إنتاج الغاز مرهونة بعملية رفع طاقات إنتاج النفط ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الأجنبية الأربعة إلى 159 مليون دولار مقابل مبيعات قيمتها 157 مليون دولار أمس الثلاثاء بواقع 2.4 مليون دولار وأوضح المركزي في بيان أن السعر الصرف بلغ 1190 دينار لكل دولار في المزاد المنعقد بمشاركة 29 مصرفاً وشركة تحويل واحدة ونوه البنك بأن تلك المبيعات هي نتائج مزاد غد الخميس موضحاً أن إجمال البيع الكلي بلغ 177 مليون دولار وبلغ هجم المبالغ المبيع لتعزيز أرصدة المصارف في الخارج إلى 158.8 مليون دولار فيما قدر إجمال النقد المبيع بنحو 18 مليون دولار قال كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني حسين شيخ الإسلام الثلاثاء أن طهران تعمل على التخلص من الدولار الأمريكي في جميع المعاملات التجارية مع الدول الأخرى مشيراً إلى أن بلاده لم تستلم أموال بيعها للنفط للدول المشترية واعتبر أن إبعاد الدولار عن المعاملات التجارية مع العالم سيزيل الكثير من العقوبات أمام إيران وقال لقد وافقت طهران وموسكو ودلهي وأنقرة وبعض الدول الأخرى على إزالة الدولار الأمريكي من تعاملاتها كجزء من الجهود الرامية إلى توسيع علاقاتها التجارية للتغلب على ضغوط واشنطن المتزايدة تراجعت أسعر الذهب الأربعاء لتنزل عن ذروتها في أكثر من خمسة أسابيع وذلك مع صعود الدولار وكان السعر الفوري للذهب منخفضاً إلى 1235.3 دولار للوقية بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 26 أكتوبر عند 1241.8 دولار للوقية في الجلسة السابقة فيما نزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة إلى 0.5% إلى 1240.7 دولار للوقية وقال براين لان العضو المنتدب لدى جولد سيلفر سينترال في سانجافورا حركة اليوم في أسعار الذهب هي تصحيح لأن أسعار أمس كانت مرتفعة بعض الشيء انخفضت أسهم أوروبا مجدداً الأربعاء بفعل القلق بشأن مؤشرات ركود بعثت بها أسواق السندات الأمريكية واستمرار صد الحرب التجارية بين أكبر اقتصاديين في العالم وبعد انخفاض مؤشر وولستريت 3% انخفض المؤشر ستوكس الأوروبي إلى 1.2% لأدنى مستوى منذ 23 نوفمبر مع هبوط المؤشرات داكس الألماني وكاك الفرنسي وفاينينشال تايمز البريطاني إلى 1.3% بهذا الخبر تنتهي النشرة الاقتصادية شكراً للمتابعة وإلى اللقاء ومن الاقتصاد إلى تتمة أخبارنا مواطنة سليمانية يصفون ترشيح نيتشيرفان بارزاني لرئاسة إقليم كردستان ومسرور بارزاني لمنصب رئاسة الحكومة بالخطوة الهمة لتحقيق البرنامج الإصلاحي في إقليم كردستان شيار محمد والمزيد أعطى ترشيح كل من نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني نيتشيرفان بارزاني لرئاسة إقليم كردستان وعضو المكتب السياسي للحزب مسرور بارزاني لرئاسة حكومة الإقليم أعطى أصداء وصفها مراقبون بالإيجابية سيما وأنها تدخل ضمن خطة الحزب الإصلاحية والتي تعاهد بها خلال الانتخابات البرلمانية في كردستان الأخيرة في الحقيقة يوم الثالث من الشهر الثاني عشر هو محطة جديدة للديمقراطي الكردستاني بترشيح لقياديين شابين لمنصبين حساسين في كردستان رئاسة الإقليم ورئاسة الحكومة وهو قرار يجسد رؤية الحزب لكردستان قوية عبر الاعتماد على الطاقات الشبابية ومن لديهم خبرة وتمرز في حل الأزمات وأتصور أن لا يقف تغيير المناصب عند هذا الحد وأنما سيتعدى ذلك إلى باقي المناصب الوزارية الأخرى وهو ما يدخل في خطط الديمقراطي الكردستاني الإصلاحية والتي تعهد بها خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة في كردستان قرار الديمقراطي الكردستاني بترشيح كل من تشيرفان بارزاني ومسرور بارزاني جاء بعد اجتماع موسع لمجلس قيادة الحزب برئاسة الرئيس مسعود بارزاني وهو أمر رأى فيه المواطنون أملا كبيرا في تجسيد الاستقرار والقوة في كردستان خلال السنوات المقبلة أنا كمواطن في كردستان أشكر الحزب الديمقراطي الكردستاني على ترشيحي كل من سيد نيتشرفان وسيد مسرور لمنصبي رئيس الأقليم ورئيس الحكومة وأتمنى تشكيل حكومة قوية على يد كلا المرشحين خلال الأربع سنوات المقبلة وانتهاء الأزمات في البلاد أبارك للسيد نيتشرفان ومسرور بارزاني ترشيحهما لمنصبي رئيس الأقليم ورئيس الحكومة وهو حق يعطيه إياه تصدر الديمقراطي الكردستاني لانتخابات البرلمانية في كردستان وكلا المرشحين لهما دور كبير في تطبيق الاستقرار وهو ما يحتاجه الأقليم حاليا من حكومة قوية خاصة مع التغييرات الكبيرة الحاصلة في منطقة الشرق الأوسط وتصدر الحزب الديمقراطي الكردستاني انتخابات الثلاثين من أيلول الماضي لاختيار برلمان كردستان وذلك بحصولها على خمسة وأربعين مقعدا برلمانيا وسرعان ما بدأ الحزب جولة حوارية مع باقي الأطراف السياسية بهدف تشكيل حكومة كردستانية قوية تخدم مصالح المواطنين أولا لقناة زاكروس تيفيشيار محمد السليمانية مديرية صحة يربيل وبالتعاون مع وزارة الصحة العراقية أقامت مؤتمرا علميا لمكافحة العدوى في المستشفيات والمؤسسات المزيد مديرية صحة يربيل وبالتعاون مع وزارة الصحة الاتحادية عقدت المؤتمر الأول لمكافحة العدوى وبحضور ممثلين عن أغلب دوائر الصحة في المحافظات العراقية طرحت فيه بحوث تتعلق بالصحة العامة وقوانينها وطرق مكافحة العدوى في غرف العمليات والأقسام الطبية في المستشفيات والمراكز الصحية ويستمر المؤتمر ليومين يعني نقدر نقول الأمراض الانتقالية عموما مو بس العدوى الخاصة بالأمراض الانتقالية لدينا تنسيق كل شيء ممتاز مع وزارة الصحة العراقية ونحن نعتبر كمرجع الطبي لنأخذ التأكيد الأخير في اكتشاف أي حالة من الحالات الأمراض الانتقالية كل التعليمات والإجراءات نحن نروح على نفس التعليمات لأنه برنامج موحد كرصاد الوبائي والحمد لله في السنوات الأخيرة وفي هذه الأزمة الأخيرة الحمد لله سيطرنا على الأمراض الانتقالية في المخيمات وفي داخل المدينة وفي الأماكن الحدودية تم تنفيذ برنامج ومنسق مكافحة العدوى تم تدريب الكوادر في جميع المحافظات ومن ضمنها محافظات أقليم كردستان وبدورها أعددنا مدربين بهذا الموضوع ليقومون بدورهم بتدريب وتوعية ونقل المنشورات إلى كافة المستشفيات إن شاء الله يكون هذا المؤتمر بادرة خير في هذا الموضوع للعمل ودعم هذا الموضوع لأنه حقيقة يحتاج هذا الموضوع إلى توعية اجتماعية وتوعية صحية وبالتالي يحتاج إلى أيضا أمكانيات ممثلون عن دوائر الصحة في عدد من المحافظات العراقية أبدوا إعجابهم بإجراءة دوائر الصحة في الإقليم بما فيها مديرية صحة أربيل والتي ساهمت في الحد من العدوى وانتشار الأمراض والله أنا إحنا في قروب عدنا قروبات على وسائل التواصل الاجتماعي مع الأخوة في أربيل وجاي أشوف دعم متواصل من قبل المحافظات من قبل دوائر الإقليم ومن قبل حتى المؤسسات الصحية الصغيرة اللي موجودة مراكز صحية قطاعات وجاي ينهضون بواقع سيطرة على تلوث وحقيقة يعني فشي مفرح أنه أكوهي شي تجربة بالعراق نحن نحاول أن ننفذها بالعراق كل ولكن هم نجحوا ونجاح جدا جميل ودليل على ذلك المؤتمر اليوم هم احتضنوا وبدوا به كبذرة أولى بالعراق تطوير أساليب سيطرة على العدوى أمر تحرص عليه الدول المتقدمة من خلال اتباع مجموعة من التعليمات والقوانين التي تحد من العدوى والتلوث في المؤسسات الصحية طلبة جامعيون من أربيل نظم مهرجانا للأغذية والأعمال اليدوية وذلك بهدف جمع تبرعات للنزحين العراقيين في مخيمات إقليم كردستان ضمن حملتهم لتخفيف معاناتهم فصل الشتاء المزيد بهدف جمع تبرعات للنزح المخيمات في إقليم كردستان نظم طلبة جامعيون مهرجان للأغذية في مدينة أربيل تضمن مختلف أصناف الأطعمة إضافة إلى الأعمال اليدوية المتنوعة نحن كطلاب من جميع محافظات العراق أنا شخصيا من السليمانية اليوم نظمنا هذا الفيستيفال حتى نجمع تبرعات للمحتاجين بكامب حسن الشام لأنه بعد ما زلناهم شفنا عدهم هواي احتياجات فقررنا أن نسوي هذا الفيستيفال حتى نجمع تبرعات من خلال سواء الأكل أو الأعمال اليدوية نجمع مبلغ مناسب حتى نبدأ نساعد بهم الكامب اللي نساعد الأشخاص الموجودين بالكامب أنا مساوية بوك ماركس اللي تحطي جوه الكتاب هو أورجينال ليفس وحية أنا مساويتهم جافيتهم وبعدين كافستهم وحطتهم يتيكا ديكوريشن وراح أبيهم على موضع نجمع فلوس لنساعد الكامب وجماعة حسن الشام المهرجان شملت جهي صناديق بمواد ومستلزمات شتوية ضمن حملة نظمها الطلبة لإعانة النازحين وتخفيف عليهم معاناة فصل الشتاء بما أن الشتاء اختربت وتعرفون الجو صار بارد والناس حين يحتاجون هواية من الملابس وسوينا زيارتين الكامب أخذنا معلومات عليهم أنه ما يحتاجون من حليب وحفاظات للأطفال اللي عمرهم أقل من سنتين وهم يحتاجون قرطاسيات وسوينا بما أخذنا المعلومات كلها وسوينا بوكسات هنا يمن الجامعة وعنناها ونحاول خلال من هذه الوكسات أن نحط نفس الوقت نجمع أكثر عدد من التبرعات إن كان في هذه اليوم أو غيرها مبادرة ضمن سلسلة جهود نظمها طلبة من جامعات أقليم كردستان من خلال الأكلات والأعمال اليدوية المتنوعة بمساعدة نازح المخيمات والأقليم نزل قرصة فضائية سليل عصار أربيل ومن أربيل إلى حلبتشة إنه اليوم العالمي للعمل الطوعي وجرى فيه تكريم لعدد من الناشطين البارزين أمير هورامي والمزيد بمناسبة اليوم العالمي للعمل التطوعي وتقديرا لجهودهم وتقديمهم خدمات تطوعية لمجتمعهم في مراسم خاص بإشراف محافظ حلبتشة قام جمعية ضحايا القصف الكيميائي لمدينة حلبتشة ومنظمة تنمية الشباب بتكريم عدد من الشخصيات النموذجية للعام في مجال العمل التطوعي في مدينة حلبتشة وأطرافها الخامس من ديسمبر يوم عالمي للعمل التطوعي أحببنا أن لا تمر علينا هذه المناسبة في محافظة حلبتشة دون فعالية لإحيائها لذلك قمنا بتنظيم هذا المراسيم لتكريم الأشخاص المتطوعين والساعين للعمل الخيري بجهودهم الشخصية والفردية خارج المؤسسات والمنظمات من أجل خدمة المجتمع والإنسانية بدون مقابل فقمنا باختيار ثمانية أشخاص يقدمون خدمات خيرية وأعمال تطوعية لتكريمهم وتشجعهم على العمل التطوعي تكريم الأشخاص المتطوعين في الأعمال الخيرية يشجع أفراد آخرين على الانخراط في العمل التطوعي وبجانب تقدير الساعين لخير مجتمعهم ومدنهم يسلط الضوء على العمل التطوعي وأهميته في بناء وتنمية المجتمع ونشر التماسك الاجتماعي بين المواطنين عمل جيد وتشجيع للقائمين بالعمال التطوعية بالاستمرار وتشجيع الآخرين المشاركة في العمل الخيري العمل التطوعي يعطينا إحساساً رائعاً دائماً هناك من يحتاج إلى المساعدة والمساندة في المجتمع ويطلب المساعدة غير مادية هذا يشجعنا على العمل التطوعي تهتم المجتمعات المتقدمة بالعمل التطوعي وينظمناه في مؤسسات خيرية لما له من دور هام في تغيير وبناء المجتمع وتعزيز تكافل المجتمعات وإنشاء القيم الاجتماعية والترابط بين أفراد المجتمع لقناة زاكروس تيفي أمير هورامي حلبتشا ومن حلبتشا إلى زاخو حيث مشروع نفق وادي زاخو والذي كان مشروعاً ستراتيجياً عملت عليه حكومة وقليم كردستان أدت إلى خفض الحوادث المرورية وبنسبة كبيرة في المنطقة نحن نعلم جميعاً بأن طريق وادي زاخو كانت فيه نسبة الحوادث كبيرة جداً وذلك لمرور جميع أنواع المركبات الصغيرة ومركبات الحملة وكان ارتفاع شارع الوادي فيه ارتفاعات متفاوتة كثيراً بحيث كان أحد الأسباب للحوادث كما أن الالتواءات الكثيرة والاستدارات هي أيضاً كانت أحد تلك الأسباب التي تجعل من الحوادث في تزايد وأن شارع وادي زاخو قبل افتتاح نفق الوادي كان ذو سايد واحد وكانت مدى الرؤية قليلة جداً أيضاً كان مستوى النزول والصعود آنذاك بالنسبة للمركبات بجميع أنواعها وخاصة مركبات الحملة كان مرتفعاً جداً ليتسبب بالحوادث وخاصة في الشتاء وأيام الأمطار وبعد افتتاح نفق وادي زاخو قلت أو انعدمت بالكامل نسبة الحوادث التي نستطيع القول هنا بأن الحوادث انعدمت بنسبة 100% والحمد لله فأن الحوادث البسيطة التي تحدث الآن لا نستطيع اعتبارها حوادث مرورية كما نشير هنا أيضاً بأن حكومة قليم كردستان تقوم حالياً بتشيط طريق زاخو سحيلة لمرور مركبات الحمل التي تعبر من إبراهيم الخليل وصولاً إلى هذا الطريق الجديد في سحيلة كما أن لدينا كادر كامل في نفق وادي زاخو ودائرة مكتملة من جميع اللوازم من آليات وسيارات وأجهزة مراقبة تقوم بواجباتها حتى في حال حدوث أي طرق أو حادثة مرورية أكثر من 20 ألف امرأة وطفل ورجل من جنوبي محافظة إدلب السورية إلى القرى المجاورة في الأيام الثلاثة الأخيرة وذلك بحسب مصدر من الأمم المتحدة وأضاف المسؤول الأممي الذي أصدر التقرير أن العديد من العائلات السورية النازحة حديثاً تقيم في العراء للافتقار إلى المأوى وهم في حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية يذكر أنه جاءت تلك التصريحات في وقت تواصل فيها القوات الحكومية القصف باتجاه مدينة جيرج ناز والمناطق المحيطة بها منذ الرابع والعشرين من الشهر الماضي بحسب تقارير في حين أن الحكومة السورية تعلن أن الجهات المسلحة هي السبب في تلك الأسماء كشفت سلسلة صور جديدة تحبس الأنفاس التقطتها مركبة ناس الفضائية جونو عن سحابة على شكل دولفين يبدو وكأنه يقفز عبر جو المشتري ورصدت هذه السحابة وسط مجموعة من الغيوم تغطي نصف الكرة الجنوبي للكوكب العملاق وقامت مركبة جونو الفضائية بتوثيق الميزة المذهلة هذه على سطح المشتري خلال تحليقها السادس عشر للاقتراب من الكوكب وذلك عندما وصلت إلى مسافة تراوحت بين أكثر من ثمانية عشر وواحد وخمسين ألف كيلومتر من قمم السحب تلك وتظهر الصورة تغييرات السحب في نصف الكرة الجنوبي لكوكب المشتري أعلنت وزارة الصحة وفاة الشاعر العراقي عريان السيد خلف في مدينة الطب بالعاصمة العراقية بغداد المتحدث باسم الوزارة العراقية سيف بدر قال في تصريح أن الشاعر العراقي باللهجة العامية عريان السيد خلف توفي قبل ساعة في مدينة الطب حين البيان وذلك دون ذكر تفاصيل يشار إلى أن الشاعر الشعبي العراقي باللهجة المحلية عريان السيد خلف شاعر ولد في قلعة سكر بذيقار وبدأ بنشر قصائده في الستينيات من القرن الماضي هذا وأصدر ستة مجامعة شعرية من بينها تل الورد وصياد الهموم وحصل على جوائز عراقية شعبية ذلك العمل لشاعر الراحل عريان السيد خلف كان من إخراج المخرج الكردستاني شورجفان صديق شارو إلى العناوي الرئيس بارزاني يستقبل في أربيل السياسية الكردية السوري عبد الرحمن أبو ومن أربيل مسرور بارزاني الفرصة سانحة جدا لتصحيح العملية السياسية العراقية وحل الخلافات تحالف الفتح يؤكد أنه لن يستبدل الفياضة والجلسة المقبلة هي الحاسبة وتحديد موعد انطلاق التحقيقات الأممية في جرائم داعش الإرهابي في العراق الأمم المتحدة تؤكد نزوح أكثر من 20 ألف سوري من مدينة إدلب السورية خلال ثلاثة أيام شكرا لحسنية المتابعة تابعونا على زاقروس نيوز دوت نينت اشتركوا في القناة